بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة وهي بنا نحية الحياة مع هذا الموضوع والذي يشغل الكثير من الناس أو يشغل العالم كله اليوم والسؤال المطروح والسؤال الذي يحير الجميع متى تنتهي هذه الغمة ويزول هذا الوباء ألا وهو وباء فيروس كورونا النهاردة بنستعرض أقوال العلماء وبنستعرض أيضا هل فعلا سيتم الانتهاء من هذا الوباء العالمي أم سيجدون لقاح أم ماذا وهل هناك خطط لكيفية إنهاءه أو كيفية استمراره معنا ده اللي هنعرفه في هذا الفيديو تابع الفيديو حتى النهاية وأهلا ومرحبا بك تكنت أول مرة تشاهدنا فرجاء الضغط على الزر الأحمر الاشتراك سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناتنا مصادر الحياة وفي البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطرة المبارك في كل مكان وزمان البداية مع هذا السؤال وهو المفاجآت طوال أرقام والتي تكشف انهيار اسطور التفشي الوباء وسوف يصبح انفلونزا عادي من أين أتينا بهذا الكلام أولا نستعرض أراء وتصرحات العلماء حول هذا الفيروس ومن هذه التصريحات ومن هؤلاء العلماء ما يتقوله الدكتورة سيمون كلارك أستاذة علم الأحياء الدقيقة الخلوي في جامعة ريدينج لصحيفة الانديبندنت البريطانية والتي تقول من المستحيل تحديد مواعي لانتهاء الفيروس موضحة أن الصعوبة تكمن في عدم ظهور أعراضه على المريض في فترة الحضان والدكتورة جينا مايكوتشي متخصصة في علم المناعة بالجامعة ساسكس نريد بالتأكد التخلص من فيروس كورونا بتقول هو معرفة موعد انتهاء هذه الأزمة لكن السؤال لا يمكن الإجابة عليه في الوقت الحال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية وفي مؤتمر صحفي بجنيف عقد أن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا وقد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل سنة بحسب وصفه وقال كماني إن هذا الفيروس مجرد فيروس مستوطن سيضاف إلى الفيروسات المستوطنة وقد لا يختفي أبدا ومثله مثل نقص فيروس نقص المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز وطبعا هو بيقول أنه لا يقارن بين المرضين ولكن يعتقد أننا لابد أن نكون واقعين ولكن إذا نظرنا إلى هذا الموقع وهو موقع جوجل نيوز والذي يجيب تفصيلات دقيقة وبيانات رسومية عن هذا الفيروس نجد من الرسومات ده فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم وصلت الحالات المؤكدة إلى خمسة مليون تلتومية وحداشر وتسعة وتمانين حالات الشفاء اتنين مليون مية واثناشر الف مية تمانية وتسعين وحالات الوفاء تلتمية اتنين واربعين الف مية واربعة ده المصدر وكبيديا جايبه من موقع آآ جوجل جايبه من موقع كوبيديا وكبيديا آسف تعال بص هنا على الرسومات ده بالنسبة للرسومات في كل أنحاء العالم ده جميع أنحاء العالم بنجد هنا ايه هزه الرسومات هنا عدد الحالات المؤكدة ده عدد الحالات لكل مليون مواطن ده ما يهمناش حالات الشفاء وحالات الوفاء وده الحالات التي تستجد في ستين يوم اللي يهمنا هذه الخانة الأخيرة اللي هي الحالات والتي تستجد كل ستين يوم نجد هنا بكل أنحاء العالم أن هذا الفيروس بدأ بالارتفاع طبقا لما هو واضح قدامك على الخط البياني ثم أخذ الخط في التعرض أو يبقى معرض أو استعراضي على هذا أي أن نسبة الحالات المصابة أصبحت سبتة ولذلك المتوقع بعد هذه السبات هو الانخفاض من أين أتنا بهذا الكلام؟ تعال نشوف في دول العالم دولة زي أمريكا بدأ الخط بالارتفاع ثم بدأ الاستعراض أي سبات حالات الإصابة ثم بدأ بالانخفاض الدول التي تم الإصابة بها مؤخرا أو أخيرا أو جات متأخرة زي مصر عندنا وزي البرازيل قدامك الخط ما زال في الارتفاع أي أن حالات الإصابة ما زالت في الارتفاع تعال هنا نشوف دولة زي روسيا بنجد أن روسيا مثلا هنا عندها هنا الإصابة بدأت بالارتفاع ثم المنحنى بدأ ينخفض وكذلك المملكة المتحدة والتي قفزت قفزات عالية بدأ الانخفاض فيها هنا أيضا إيطاليا والتي كانت بؤرة كبرى لألف سات بعد الصين بدأ الانخفاض ثم بدأ الانخفاض ينزل والسهم زي ما أنت شايف الخط البياني بينزل ألمانيا كذلك فرنسا كذلك إذن معظم الدول اللي خدت موجة الفيروس في الأول بدأ عدد الإصابات عندها بينزل هذه السويسرا فده متوقع أو إيه اللي نتوقعه من هذا الفيروس أن هذا الفيروس ستقل عدد الإصابات به مع مرور الوقت ولكن يقول علماء أن هناك ربما يكون هناك موجات أخرى في نهاية الصيف أي في بداية الخريف ولكن مع هذه البداية سيكون هناك علاجات وفي نهاية العام وبعد مع بداية العام القادم سيكون هناك لقاحات ولكن هل اللقاحات ستكون ناجحة أم غير ناجحة السؤال ده هي توقف على شركات وصناعة الأدوية فشركات وصناعة الأدوية في الفيروس مثل هذا الفيروس يمثل لهم دخل كبير جدا وفرصة لبيع المزيد والمزيد وتحقيق الأرباح من هذه اللقاحات ومن هذه الأدوية فإن قررت هذه الشركات أن تنتج لقاحا ناجحا بنسبة 99% سيكون هناك شبه انقضاء لهذا الفيروس أما إن كان هناك لقاحات تمثل 85% بحيث أنها تضمن لهذه الشركات أن تستمر في بيع الأدوية واللقاحات وانتجها والربح منها فسوف لا ينتهي هذا الفيروس وسيصل ويضاف إلى الفيروسات أواء الأمراض المستوطنة في العالم ده ببساطة إجابة على سؤال هل سينتهي فعلا فيروس كورونا من العالم أم لا ينتهي ودي السينيوريهات المتوقعة والاحتمالات المتوقعة وده كان أراء كثير من الناس ولكن المهم عندنا هنا أن هذا الفيروس سوف يكون له في المستقبل انخفاضات لأنه وصل في كثير من الدول إلى القمة ثم بدأ الإصابات تزول لكثير من المعلومات التي تكشفت عن هذا الفيروس وبدأ الأطباء ويعرفوا التعامل مع هذا الفيروس وأيضا بدأ هناك وعي كبير جدا لدى المواطن عن هذا الفيروس وعن الأعراض وبدأ هناك التحليلات المبكرة وبدأ كل إنسان يحافظ على نفسه ويأخذ حذره من هذا الفيروس في النهاية بتمنى للجميع طبعا الصحة والعافية والسلامة وبتمنىكم دعم لايك شير وإن شاء الله مستمرين معكم وفترة الانقطاع التي كانت في الأسابيع الفائتة لن تعود وإن شاء الله نكمل مع بعض وإلى أن ألقاكم فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة